او بطارية عادية جدا ممكن اشغل منه بيت كامل بطار متغير كان ده مش في علم الناس خالص يعني الحاجات دي لو انت لاحزتها كده مكادش في دماغنا زي الواي فاي والنت والموبايل والحاجات دي مكادش في دماغنا يعني ما كناش نتخيل عجزة كده لكن الثورة الصناعية اللي حصلت عن طريق اشباه المواصلات زي ما قلت كده قلبة الموازين طيب الصناعي ده عمل ايه بقى الصناعي ده خد الطائر المتغير اللي في البيت عندنا وحولوا الطائر مستمر زي طائر البطارية بالزبط يا مستر الكلام ده حصل او حصل طب ازاي جبنا شريحة مجابة وشريحة سليبة متاخدناش بقى يا مستر في دوكا وقولنا ايه بقى الشريحة المجاب والشريحة السليبة ركزوا بقى معي عشان قلنا شبه المواصل ده هو عبارة عن جيرومانيوم وسيليكون والجيرومانيوم وسيليكون في منه المجاب وفي منه السالب هو بالرخر فيه اه المادة ديت اه طبعا عشان تنقل قاربا لازم يكون عندك الموجب والسالب طب السؤال هنا ايه الشريحة الموجبة وايه الشريحة السالبة البنولة الموجبة ده هيت هنتعرض عليها بعد لحظات هنشوف شكلها ايه وليس منها موجبة وايه فيديتها بتكسب ولا بتفقد والشريحة السالبة او البنولة السالبة لو احنا بقى جبنا الاتنين دول الموجب مع السالب اللي هو البي والإن اللي هو البوزيف والنيجيотив وربطناهم مع بعض وخلينا شريحتين اتنين بس بيطلع لحاجة اسمها اللي هو إيه؟ الوحدة الأولى مدخل إليكترونات القوى اللي قلنا عليه من شوية والتعريفات اللي احنا قلنا عليها شيء بموصل يعني إيه؟ هنتعرف بقى الحاجة اسمها البلورة السالبة إن يعني إيه بلورة سالبة إن؟ البلورة السالبة إن ده هي تلما أجع عرفها أقول هي إيه؟ ركزوا بقى معايا أدي الشكل بتاع المدارات ده طبعا درسنا الكلام ده في علوم إعدادية ودرسناها باستفادة بس إحنا وكنا بنشتغل في الإعدادية كنا بنتكلم عن حاجة اسمها الربطة التساهمية وبنتكلم عن حاجة اسمها المدار وحاجة اسمها الإلكترون لما دخلنا بقى خصص تركيبات ومعدات كهربية وفن تركيبات كهربية وعرفنا المدارات دي كلها عبارة عن إيه؟ ركزوا بقى معايا الشريحة السالبة عبارة عن إيه؟ عشان أحصل على شريحة سالبة بضيف خلوا بقى لكم بقى من الكلام عشان ده هيجي أكمل بضيف شوائب خماسية يعني إيه شوائب خماسية؟ يعني بجيب زر أو أجيب مادة المدارات اللي فيها خمسة المدارات اللي فيها إيه؟ خمسة وعمنا الجرومانيوم أو السيليكون بيبقى أربع مدارات فالخمسة دخلوا على إيه؟ على الأربعة تمام كده؟ يبقى ما جاولك في الامتحان البلورة السالبة قولي خماسية التكاف خماسية إيه؟ التكاف وروح جاي مطعم المادة زي الزرنيخ أو الفوسفور بمادة الجرومانيوم واشرط المادة اللي طعم بيها تكون إيه؟ خماسية التكاف فبعد كده لو أنا طعمت إيه اللي بيحصل؟ كل مدار بياخد معاها إلكترون فبيبقى عندي إلكترون حر الحرقة فبتصبح المادة موصلة للطيار الكهرابي أي قابلة للتوصيل يبقى عشان بس اللقص الكلمتين اللي انتوا شايفينهم دول الشريحة السالبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة مدارات خماسية التكاف بعمل لها عملية تطعيم فبتتحول البلورة النقية طبعا إيه فصلتها النقية بتبقى عزلة عشان أخليها مادة موصلة لازم أعمل لها عملية تطعيم زي ما قلنا عشان تتحول من شيء بموصل لموصل فبالتالي أصبحت قابلة للتوصيل يبقى احنا كده عرفنا الـ N دي ايه؟ والـ N دي بتكتسب ولا بتفقد يا مستر؟ لا بتكتسب إلكترون طب نيجي بقى للشريحة المجابة أو البلورة المجابة البلورة المجابة بقى هنا المدارات هنا سلاسية التكافؤ يبقى هناك كده خماسية في السالب في الموجب ايه؟ برافو عليكم سلاسية التكافؤ وضيف ليها مادة سلاسية التكافؤ إلى زرات الجرومانيم أو السيليكون وهنا بتفقد إلكترون خلوا بالكو بقى يبقى الشريحة المجابة عشان تمرر طيار بتفقد إلكترون وشرط تكون سلاسية التكافؤ الموجب السالبة خماسية التكافؤ وبتكتسب إلكترون مش بتفقد إلكترون طب تمام كده انا خدت فرق بين المجابة والسالب ايه بقى اللي تكلمنا عليه في اول حلقاتنا قولنا السناء البلوري اللي احنا بنقول عليه الضيوت ايه الضيوت ده الضيوت ده الشكل بتاعه اللي انا بروح اشتريه من عند الراجل بقوله انا عايز موحد او عايز السناء الواصلة او السناء البلوري ده عبارة عن ايه بقى ده من جوه شريحتين واحدة مجابة ايه واحدة سالب والموجب والسالب دول اللي احنا قلنا عليهم شريحة موجبة وشريحة سالب وبطلع منه طرفين او فردتين كده بالعامية الطرفين دول واحد بيسموه الاند واحد تاني بيسموه الكاسد المصعد والمهبط تمام كده طيب ميزة صاحبنا ده ايه بقى السناء اللي عمل طفرة كبيرة قبل ما يخترعوه ده قبل ما نخترعوه كان استحال احول الطيار اللي في البيت عندي لطيار مستمر دلوقتي لو انا راميت ده قد في داير الطيار متغير يعني انا لو جيت عندنا في البيت مثلا حطيت محاول صغير ووصلت مع المحاول ده قد موحد زي ما اخدنا تجارب قبل كده ايه اللي هيحصل للطيار الطيار بدل ما كان متغير القيمة والاتجاه هيطلع سابط القيمة والاتجاه لان ما جاقول لك ايه اللي بيميز السناء ده اهو سموه سناء البلوري او سناء الوصل او الضيود ليه او الموحد ليه من اسمه كده عشان بيوحد اتجاه الطيار ايه يعمل في حالة الانحياز الامام لكن لو انا وصلته عكس خلوا بالكوا بقى يعني يعني ده اسمه الانحياز امام يعني السلف الاول والموجب بعدين لو انا عملته عملية عكسية يعني قلبته او شالبته بيحصل له انهيار عكسي يعني بيتحرق ويبقى زيه زي السلك ووصل طيار وما بقاش ليه اهمية خالص يبقى السناء البلوري ده عبارة عن شريحتين واحدة موجب واحدة سالبة الشريحة الموجب والشريحة السالبة رابطون مع بعض وطلحت طرفين انود وكاسود وظيفته الاساسية في الدايرة بيمرر الطيار في الاتجاه الامامي فقط اي لا يمرر الطيار في الاتجاه العكس وهنا استعرض حتة كده معاك وكده تعالوا بينا نبص عليه ايه انحياز امام وانحياز عكسي اللي احنا قلنا عليه دلوقتي الانحياز الامامي ده هوت ان انا اروح جايه موصل موجب البطارية بموجب الشريحة يعني مش احنا قلنا الشريحة دي واحدة موجب واحدة سالب طي لو انا خدت موجب البطارية العمود الموجب بتاع البطارية التحت ووصلته بالموجب بتاع المواحد وسالب البطارية بسالب المواحد اللي هي الشريحة الان؟ بيحصل انحياز امامي يعني انحياز امامي بيحصل فجوة فالطيار بيمر اما لو انا عكست بقى يعني عكست يا مستر يعني أخلي موجب البطارية بسالب الشريحة وسالب الشريحة بموجب البطارية يعني عملية عكسية الموجب راح للسالب والسالب هنا بيحصل حاجة اسمها تجاذب فالفجوة بتفضل في مكانها فالكترون بيفضل في مكانه فبيمرش طيار ولو مر طيار بيحصل للموحد انهيار عكسي اللي قلنا عليه بيبقى زيه زي السلك اللي قدامي ما بيجوش أي فايدة بل العكس بيمرر طيار وبيحصل له انهيار عكسي تمام كده يعنيه ضايد أو موحد ويعنيه مادة شيء بموصل ويعنيه موجب ويعنيه سالب نرتب أفكارنا كده يا أولاد مع بعض عشان احنا خلاص زي ما قلنا الامتحان كلها أسبوع بالزبط عشر تيام الحاجات دي أساسية في الامتحان تجي لك بقى أكمل صح وغلط إيه شرح يبقى أنت واخب بالك إيه موجب وإيه سالب طب تعالوا كده بينا نتفرج أو نبص مع بعض كده على حاجة مهمة جدا قلبة الدنيا برضو عندنا اللي هي إيه بقى دوائر توحيد النصف الموجة إيه دوائر توحيد النصف الموجة دي الشكل اللي قدامنا دهوت عبارة عن إيه زي ما قلت لك لو أنا جبت محول وحطتنا هوت موحد خلوا بالكوا بقى من الكلام الدي دهوت أو السهم اللي انت شايفوا اللي خدناه في الأول خالص ده اسمه موحد وحطته في السكة إيه اللي يحصل وينها جبت حمل مثلا أو جبت بطارية إيه اللي هيحصل يا مستر الطيار اللي داخل اسمه طيار متغير القيمة والاتجاه قادي الموجة الجابية بتاعتك هاي شايفين الموجة الموجة بتاعت دي اسمها موجة الطيار متغير لو أنا حطت هنا محول وحطت بعد المحول موحد إيه اللي بيحصل بقى الطيار اللي هيطلع من هنا طلع شايفين عمليه بقى الموجة هنا موجة كاملة مشت في الموجة بومشت فيهين في السالب الموحد بقى قصها قص الموجة فخلها مشت في اتجاه واحد اللي احنا قلنا عليه من شوية برفو عليكم سامح حدي بيقول إنحياز إيه اللي انت شايفه دهوت يبقى هنا داير التوحيد ايه؟ نصف موجة ايه اللي بيحصل بقى فيها؟ في الاول خالص الطيار لما عدم المحول ودخل على الموحد عمل ايه؟ خلى الطيار اكبره يمشي في اتجاه واحد فلما اكبره يمشي في اتجاه واحد الاشارة بتاع السالي بتلغت خالص فلو انت لاحظت الموجة التانية اللي الخارج هي دي بيسموها موجة الخارج بقت موجة ايه؟ بقت موجة عادية خالص السالي بتقص فيها هو مشت في اتجاه واحد يبقى دي اسمها دايرت ايه بقى؟ توحيد نصف موجة طب فيه توحيد تاني اه طبعا فيه توحيد بقى ايه؟ موجة كاملة النصف موجة المقصوب بيه ان انا اشتغل على النصف الفؤاني ويسيب حتة ويسيب التاني الموجة الكاملة بقى هتبقى شكلها ايه؟ خلوا بالك عشان اوحد موجة كاملة يلزمني حاجتين اول طريقة ان انا استخدم حاجة اسمها الانطارة او البرج اللي هو الانطارة بتاعتي او الكبري الطريقة التانية ان انا استخدم وصلة السنتر ايه وصلة السنتر؟ اللي ابي ساموها وصلة المنتصف للمحول ترجمتها كده وصلة المنتصف للمحول يبقى اما اجا اقول لك في الامتحان كيف يمكن توحيد الموجة الكاملة اقول لي عن طريق حاجتين يهم استخدم انطارة ان انا اجيب اربع مواحدات يهم استخدم الموجة اللي ابي ساموها ايه؟ موجة السنتر او توحيد عن طريق السنتر تعالوا كده نبص الأول على الأنطارة اللي انت متخيلها دي أنطارة إزاي باستخدام دائرة القنطار قد القنطار هي بدل ما جبنا موحد جبنا أربعة خلوا بقى لكم بقى معاي قدت واحد اتنين تلاتة اربعة وبرضو نفس الكلام برضو عندي محاولة هو وعندي دي حمل ودي دارة الخارج بتاع إيه اللي يحصل شايفين الموجة اللي في الجهاز الأخضر ده الموجة دي اسمها موجة طيار متغير أول ما هيخش الطيار المتغير اللي هو في البيت عندنا اللي هو المتين وعشرين فولت هيخش على الأربعة موحدات ده وإيه اللي يحصل بقى هيطلع الحمل بتاع طيار مستمر شايفين الموجة بيات عاملة إزاي بيات كلها لضمن بعضها يعني مفيش فرق يعني هناك قص السالب وساب الموجة هنا اشتغل كاملة يعني الاتنين اللي فوق ده اشتغلوا على وضع فخلوا اللي الموجة طلعت فوقها هي والاتنين التانية اشتغل على وضع كملوها فبقى اتعاملة زي ايه كاملة مع بعضها عشان كده سموها موجة كاملة هناك كتنص ايه كتنص موجة طب تعالوا كده مع بعضنا نشوف دايرة النص او بيسموها دايرة السنتر ايه الفرق بدل ما جبت اربع موحدات جبت اتنين موحد طب سمناها سنتر ليه جيتنا هو في سنتر المحول او في منتصف الترانسفورمر اللي هو المحول العادي خدت سلك مشترك اهو نفس الكلام برضو يبقى لاربعة طلعوا نص موجة والاتنين برضو هيطلعوا ايه هيطلعوا موجة كاملة زي ما قلنا هو ادي الموجة داخلة هي موجة طيار متغير اول ما اتعدى على الموحد الاولاني في النص الموجة بيشتغل وده يشتغل في النص التاني هيطلع لي موجة كاملة زي اللي انتوا شايفينها دي مع بعض فبالتالي انا اقدر اوحد الطيار اللي عندي في البيت الطيار المتغير اخليه طيار نص موجة ونو موجة ايه وموجة كاملة فبالسؤال هنا شايفين الموجة ده هي الموجة اللي انتوا شايفينها دي موجة مش كاملة يعني ايه برضو يا ميستر مش كاملة احنا خدنا تعريف زماني من طيار مستمر سابط القيمة والاتجاه يعني ما يبقى ازا يتبق او الهرم كده المفوض يطلع خط مستقيم فبعمل حاجة اسمها ايه بقى دوائر التنعيم او دوائر التحويل من طيار متغير لطيار مستمر اي جهاز عندنا اللي هو الباور ساب لاي اللي عندنا في الكمبيوتر او في الشاشة او في اللاب توب او في المو جميع الاجهزة اللي عندنا ده هيت فيها جوة كده حاجة اسمها الباور ساب لاي الباور ساب لاي ده وظيفته ايه اول حاجة في موحدات في ايه موحدات وفي محولات يا ميستر هو الشاشة اللي عنده في البيت او الكمبيوتر في الحاجات اللي انت بتقولها دي اه طبعا الكمبيوتر عشان يشتغل عايز 110 فولت مثلا او 90 فولت والكهرباء اللي عندنا في البيت برافو عليكم 22 يبقى انا لازم اعمل ايه اجيب دايرة خفض ومين اللي بيخفض الطيار او الجوت المحول يبقى الجهاز اللي انت بتشوفه اللي هو الباور ساب لاي اللي هو بتاع الكمبيوتر ده هو لما بيعطل منك وتروح تغيره بيبقى فيه من جوة يبقى فيه محول عشان يحول لا المحول انا وظيفته ايه بيخلي الطيار ينخفض او الجوت اتنين تقويم تقوم بتوحيد الطيار المتغير يعني دايرة تقويم كلمة تقويم عندنا ايه يعني بتحول الطيار المتغير لطيار مستمر عن طريق الموحدات ومش كده وبس بتنعم الطيار بعد توحيده يا مستر يعني ايه كلمة تنعيم الاول بقى عشان ما تاخدناش في دوكة تعالوا كده نقولك مش احنا قلنا اول ما اشتغلنا القهربة اللي تطلع ده هاي بتكون قهربة متغيرة تمام القهربة دخلت كالطيار متغير لما حطينا موحدات طلع الطيار المستمر فالطيار المستمر المفروض اصلا يطلع على السليسكوب اللي عندي او على الجهاز اللي بيقرى الموجات يطلع خط مستقيم كده لكن احنا بنشوفه عامل زي ضمضات القلب كده او جهاز رسم القلب بس كله بدل مكان ماشي في اتجاهين ماشي في اتجاه واحد بس فوق اللي هو زي الاهرامات كده او التبات او التلات طيب يا مستر انت بتقول لنا تنعيم المقصوب بالتنعيم ايه التنعيم ده المقصوب به ان انا احط في الدائرة جز او حاجة معينة كده هنتكلم عنها بتجبر للطيار بدل ما كان طلع بمطبط كده لا بيبقى طلع مستوي تمام انا هديكم سالسويا لو انت ماشي كده بالعربية بتلاقي فيه مطبط المطب ده بيعمل كيرفي كده تمام انا عايز بقى خلي الكيرفي ده هو تمستوي بالارض الموجة وهي طلعة اللي هي موجة الخارجة عندنا بتبقى طلعة فائق علامات اللي انت بتشوفها عاملة زي المسلسات كده او نص دائرة نص دائرة نص دائرة زي اللي شفناها من شوي لازم انا اخلي الطيار ناعم يعني ايه ناعم يا مصر يعني ناعم كده مش خشن لا المنصوب بالتنائم هنا ان انا اخلي الطيار يشبه الخط المستقيم لان تعريف الطيار المستمر هو طيار سابط القيمة والاتجاه يعني مفوض ما يكونش فيه قيم عليا وقيم صغرى لا ده لازم يطلع خط ايه خط مستقيم كده زي المطب طب السؤال هننعم ازاي عشان ناعم في الطيار المتغير او الطيار المستمر بينجيب مكسف يبقى المكسف فينا اللي خدناه سنة اولى شفتوا بقى الكلام كله مربوط ببعضه ازاي منهج اولى مبني على تانية مبني على تالتة وانت راجل تركيبات كهربية لازم تركز الحتة دي المكسف لما خدناه زمان في سنة اولى قولنا يستخدم في حفظ وتخزين الشحناء فهنا هنا هجيب مكسف مشحون وحطه في قلب الدائرة ايه اللي هيحصل بقى كل ما زمن التفريغ زاد كل ما الطيار اللي كان طالع يتحسن ويبقى اشبه بالخط المستقيم يبقى مجا اقول لك كيف يمكن التنعيم او وظيفة التنعيم ايه او بنعم ازاي يقول لي عن طريق مكسفات وماقفش اقول له مكسفات زاتة ساعات كبيرة يعني ايه ساعات كبيرة يعني المكسف اللي اجيبه ما يكونش مكسف صغير 500 فراد ولا 500 ماكرو فراد لا اجيب مكسفات كبيرة مش كبيرة الحجم لا كبيرة الساعة يعني جواها شحنات كتير جدا ليه بقى لان ما اجيش اغل مكسف وخد وقت كتير في التفريغ يديني موجة جايبية محسنة او منعامة زي ما قلنا لكن لو انا جبت مكسف مساحة يعني شايل اكترونات شوية او شايل ساعة شوية هيفرق بسرعة فلما يفرق بسرعة مش هييل حق ينعم الموجة فبالتالي تستخدم مكسفات زاتة ساعات كبيرة لتزيادة زمن التفريغ برافو عليكم لزيادة زمن التفريغ طب تعالوا كده بينا نبص على التنقيم ده بيتم ازاي دي دايرة هي بجيب موحدة هوات زي ما قلنا الموحد قبل المكسف هيطلع لك موجة عادية فاتبات كده زي المطب اللي في الارض واحنا جايب لكن اول ما بحط خلوا بالكوا ده شكل الموجة هي دي الموجة هي اول بقى ما المكسف يشتغل بيعمل ايه الله ينور عليكم بيخليه للموجة ده هي بيكسرها لكده بدل ما هي بتبقى زي التب بلأ بيخليها ايه اشبه بالخط المستقيم فهنا المكسفات اللي بتستخدم في التنعيم مكسفات زاتة ساعات كبيرة عشان عايز زمن تفريغ ايه زمن تفريغ كبير وديت حتة مهمة جدا فايدة المكسف في دور التنعيم بيقولي ازا كان المكسف يشحن ويفرغ بسرعة عالية جدا فليس له فائدة يبقى الصحي ايه ان المكسف يشحن بسرعة ويفرغ ببط والحالة دي بتظهر ايه متى بقى لما جيب مكسف ساعته ايه ساعته كبيرة عشان التنعيم يتم بسرعة ويتم بطريقة كويسة جدا اهو شفتوا بقى الموجة طالعة شكلها كده ايه لما المكسف اشتغل خليها ايه برافو عليكم بقى اتعاملة زي الارض الساوت معاتش في انطباط كده جه اللودر اللوه المكسف هنتنقل على حاجة تانية دلوقتي بقى موحد اسمه موحد الزنر ايه موحد الزنر ده شايفين شكله زيه زي الموحد بغضوا ليه اند وليه كاسود يبقى برضو شرحتين واحدة موجة بواحدة سالب بس حرف الزد اللي انت شايفه دهوت حطناه هنا عشان نفرقه في الرسم بين الموحد العادي والموحد الزنر لهن الاتنين دول اصلا توقم الاتنين دول اخوات الاتنين دول ولاد عم الفرق بين الزنر والموحد العادي يبقى بيجي يقولك في الامتحان ما الفرق بين الموحد الزنر والموحد العادي الزنر هو عبارة عن ضيود عادي لكن نسبة التطعيم فيه اكبر من التاني يعني ده هو الطعام بطريقة كبيرة او خد تطعيم كتير ده كان الطعام على قده خلوا بالكم الكلام الكلام ده مهم جدا يبقى الموحد العادي اللي هو الموحد السيليكوني او الصناء الواصلة او الصناء البلوري موحد شريحتين مجاب وسالب وده شريحتين مجاب وسالب الفرق بين ده وده ايه ان نسبة التطعيم في موحد الزنر اكبر شوية من نسبة التطعيم في الموحد العادي عشان كده ده الفرق بين والميزة اللي ده بقى بيستخدم في ايه هناك لما اجا اقول لك ما هي استخدامات الموحد قول ليستخدم الموحد في توحيد اتجاه الطيار اي يمرر الطيار في الحياز الامامي اما الزنر وظيفته ايه بقى تسبيت الجهد الزنر بيستخدم في ايه في تثبيت الجهد وفكرة عمله كلها مبنية على تثبيت الجهد النهاردة هنتكلم النهاردة هنتكلم على الترانزوستر ايه الترانزوستر ده؟ الترانزوستر ده هوت عبارة عن ثلاث شرايح الترانزوستر ده هوت عبارة عن ثلاث شرايح هناك لو تفتكروا معايا جبنا كم شريحة؟ جبنا شريحتين واحدة موجب وواحدة سالب هنا جبنا كم شريحة بقى؟ جبنا ثلاث شرايح واحدة موجب واحدة سالب وحده موجب يبقى 2 موجب و 1 سالب أو أعمل العكس أجيب 2 موجب 2 سالب y 1 موجب يبقى الرانزوسطور كم طبقة كده أو كم جزء 2 في منه نوع NBN ونوع تاني NBN طب تمام يبقى الرانزوسطور ده عبارة عن إيه عبارة عن 3 وصلات 2 موجب و 1 سالب أو 2 سالب 1 موجب طب زي الفل ليه كم طرف ليه 3 أطراف قعدة و مجمع و مشاع طب تعالوا كده نشوف مع بعضنا الثلاث أطراف دول شكلهم إيه ده شكله استجاري يعني لما روح اشتريه من عند الراجل بيدولي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بتتميز الترانزوستورات دي بقدرة عالية جدا على التكبير عشان كده بيستخدم في التكبير التكبير بقى لإشارات تكبير لإشارات ضوئية تكبير لإشارات كهربية يبقى الترانزوستور بيستخدم في إيه في التكبير مع إن حجمه صغير كده هو بس لو تحط في دايرة بيكبر لك الصورة زي ما انت عايز عشان كده بقى الشاشة تلقى 32, 56, 72 الشاشات اللي هي الكبيرة دي اللي كبر الحاجة فيها اللي هو الترانزوستور مع إن حجمه صغير بس بيستخدم في التكبير وكمفتاح إلكتروني قلنا بتركب من إيه أول حاجة عندنا حاجة اسمها المشعة وده الطرف المختص بإمداد حاملات الشحنة حاجة تانية المجمع ده بقى اللي بيجمع حاملات الشحنة اللي جاية من المشعة القاعدة ده بقى جزء أوصب بين مين ومين الجزء الأوصب بين المشعة والمجمع طب تمام طيب التركيب الداخلي قلنا مشعة ومجمع وقاعدة تعالوا بقى كده نتعرض لحاجة اسمها أنواع الترانزوستور الترانزوستور بيبقى اسمه البي جي تي اختصال للقاعدة والمجمع والمشعة احنا قلنا عندنا نوعين نوع اسمه N, B, N ونوع تاني اسمه B, N, B الأولاني خالص هوات الاتنين رسمهم زي بعض دايرة وطلع منها ثلاث خطوط ودي دايرة وطلع منها ثلاث خطوط اللي هيفرق البي N, B والN, B, N اللي هو السهم نفسه خلوا بالك السهم لو كان داخل لجوة ركزوا معاي السهم لو داخل لجوة يبقى ده نوع B, N, B السهم لو كان خارج لبرا اللي انتوا شايفينه ده أولاد يبقى ده من نوع البي الN, B, N يبقى N طلع برا الB, N, B اللي هو الاتنين موجة بواحدة سالب السهم داخل إيه داخل لجوة وده التخطيط أو الشكل التجاري بتاع عمنا مين الترانزوستر يبقى الترانزوستر يستخدم في الدايرة كمكبر وكمفتاح أنواعه إيه قولي نوعين فيه نوع اسمه B, N, B يعني اتنين موجة بواحدة سالب ونوع تاني اسمه N, B, N اللي هو اتنين سالب وواحدة موجة طب تعالوا بقى بنا كده نشوف حاجة تانية خصائص الترانزوستر إيه اللي يستخدم الترانزوستر كمكبر يعني أنا ممكن أشغله في الدايرة مكبر أو كمفتاح إلكتروني وده بيوصل طيار في حالة الانحياز الأمامي ومش بيشتغل في الانحياز العكسي طب يا مستر الحتة اللي تهمينا إيه بقى لما جا أقول لك المناطق اللي بيشتغل فيها توصيل كم منطقة؟ أقول لي ثلاثة المنطقة الأولانية بيسموها منطقة القطع ودي ما بيمرش فيها طيار في المجمع خالص المنطقة التانية بيسموها منطقة التكبير أو المنطقة الفعالة أو المنطقة اللي هيشتغل عندها الترانزوستر المنطقة التالتة هي منطقة التشبع يعني خلاص بقى الترانزوستر وصل لمرحلة التشغيل ووصل لمرحلة اسمها منطقة التشبع وده بيمر فيها أكبر طيار في المجمع يبقى التلات مناطق دول منطقة تسمى منطقة القطع منطقة تسمى منطقة التكبير منطقة ثالثة وتسمى منطقة التشبع وجاء من كلمة القعدة والمجمع والمشاه طيب الترانزستور كده هل بوصله في الدايرة بأي طريقة ارتجالية قالك لا ده احنا عندنا ثلاث طرق الطريقة الاولينية بيسموها طريقة القعدة المشتركة ايه طريقة القعدة المشتركة دي شايفين كلمة بي دي جاء من كلمة القعدة وكلمة سي جاء من كلمة المجمع وكلمة اي جاء من كلمة الباعث وديه البطارية بتاعت اللي أنا موصل بهها ترانزوزتور ده الطريقة دي لو أنا وصلتها كده خليت القعدة من تحت تسمى طريقة القعدة المشترقة وديه الطريقة توصل فيها إشارة الدخل بتاعت بتبقا بين حقتين بين المجمع والمشع يبقى الطريقة الأولينية اسمها طريقة القعدة المشترقة الطريقة التانية تسمى طريقة المشع المشترقة شايفين رأس ما عاملت إزاي بقى هنا؟ هنا لا الB هنا كانت النحاء التانية وضع أفقي هنا وضع رأسي هدي البيئة هئي ودي السي فوق ودي إي شاءالقنا وضع اوضع ترانزعي سترنزيستر نفس ودي بيتبقى شرط الدخل موجودة بتاعتها ممين بقى وهمين بين القاعدة ركزوا بقى معايا والمشاعة يبقى الاشارة هنا بين مين ومين بين القاعدة والمشاعة الطريقة الثالثة والاخيرة بيسموع طريقة المجمع المشترك ودي شكلها زي ما انتم شايفين كده زي الطريقة الاولانية بالزبط بس الأي مكان السوء والسي مكان الأي إنت لو جيبت أول طريقة للقعدة هتلاقي هنا كلمة C وهنا كلمة l-A هنا أعكسنا الأطراف وده تبقى القعدة مشتركة بين مين ومين بقى بين إشارة الداخل بتاع المشعر اللي هو س يقول لي في الامتحان احسب حاجة اسمها كسب الطيار وكسب الجود وكسب القدرة إيه الكسب ده الكسب ده عبارة عن خارج على داخل يعني مما جاقول لك احسب كسب الطيار قول لي كسب الطيار في أي دائرة كهربية بيسوي الخارج على الدخل يعني أنا مما جاقول لك مثلاً ترانزوستور الخارج بتاعه قد كده والدخل قد كده لو أنت أسمت الخارج على الدخل يديك الطيار بس خلوا بالكم لو أنا أسمت طيار الخارج على طيار الدخل يديني كسب الطيار ولو أسمت جهد الخارج على جهد الدخل يديني كسب الجهد ولو ضربت كسب الطيار في كسب الجهد يديني كسب القدرة ركز بقى معايا عشان دي اول مسألة بنتعرض لها في المنهج بقى اقولك احسب تلات حاجات كسب الطيار كسب الجهد كسب القدرة لو انا عايز احسب كسب الطيار في اي دائرة كهربية اعمل ايه لو انا عايز احسب الكسب اوتوماتيك كده سواء كان طيار او جهد هقسم الخارج على الداخل بس يخليك بقى ناصح وانت يخليك بنت ناصحة اما اجا اقولك كسب الطيار وليه طيار الخارج يا مستر على طيار الداخل طيب كسب الجهد يا حبيبي بيساوي ايه قولي بيساوي جهد الخارج على جهد الداخل يبقى خارج على داخل هيبقى مشترك بقى مين هيتغير بقى مرة طيار ومرة جهد طيب تعالوا بقى بنا نبص على المسألة الاولانية عندنا في المنهج هنشوفها بيقولي فيها ايه بيقولي ايه بقى الراجل بيقولي مكبر بيونتق جهد كهربي تصل قيمته الى 2 فولت يعني بيطلع جهدي كام 2 فولت وقيمة الداخل 50 ميلي فولت ركز يبقى الداخل كان كام 2 فولت والخارج قديه 50 ميلي فولت فاذا كان الطيار الداخل 4 ميلي أمبير يبقى طيار الداخل من الدولة اهو والخارج بـ 200 ميلي أمبير عايز يحسب اللي انا قلت عليه بقى كسب الجهد وكسب الطيار وكسب القدرة يبقى الراجل اداني حكتين في الجهد اداني داخل وخارج وفي الطيار اداني داخل وخارج وقال له هات كسب الجهد وهات كسب الطيار وهات كسب القدرة تعالوا بقى نشوف كده حل المسألة ازاي كسب الطيار زي ما قلتلك الاي اي الاي ده هو بيساوي ايه الاي اوت اللي هو الخرج على الاي اموت اللي هو طيار الخرج على طيار الداخل طيار الخرج كان مدولي بـ 200 ملي وطيار الداخل مدولي بـ 4 أمبير خلوا بالكوا بقى هنا ما ينفعش الملي يمشي مع الأمبير لازم البسط يبقى زي المقام ده الرياضة بقى بتاع ابتدائي يبقى هعمل ايه يئم اضرب المتين في 10 أقص سالب 3 يئم اقسم الاربعة على 10 أقص سالب 3 ليه بقى لازم اخلي الملي أمبير أمبير او العكس اخلي الأمبير ملي فهنا عمل ايه المتين ده ايه ضربها في 10 أقص سالب 3 يعني اسامها على 1000 عشان يحولها من ملي أمبير لأمبير واسامها على الاربعة فطلعت لخمسين تاني حاجة جاب مين جاب كسب الجهد نفس الكلام برضو هنا بدل ما كنت بقول طيار الخرج اللي هو جهد الخرج يبقى الخرج هنا هو الخرج هنا هو بس هنا بلعب على طيارات يا أولاد هنا بلعب على جهود يبقى يعني جهد الخرج والجهد الدخل فأنا هنا برضو هقسم لتنين فولت على الخمسين ملي نفس الكلام برضو الملي يا خليه فولت يا الفولت أخليه ملي فيضرب في 1000 يقسم على 1000 طلع هنا النتج ب40 بعد ما اشتغلت بالقال حسبة لو مسكت بقى الخمسين اللي هي بتاع كسب الطيار ضربتها في الاربعين بتاع كسب الجهد يديك المطلوب الثالث اللي هو كسب القدرة يبقى كسب القدرة بيساوي ايه؟ بيساوي الاي اي اي اللي هو كسب الطيار في الاي في اللي هو كسب الجهد يعني حصل ضرب الاربعين هضربهم في الخمسين يطلع الناتج 2000 ودي أول مسألة وتعتبر مسألة سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة كل بتعمله بقى بتقسم الخرج على ايه؟ على الدخل طب تعالوا بقى نشوف جزء تاني بيقول لي ترانزوستور يعمل على طيار قيمته 50 ملي أمبيه يعني طيار اللي هو بتاعي ده كام 50 ملي والداني هنا حاجة جديدة اسمها طيار القعدة 1 ملي أمبيه والجهد على اطراف الخرج 6 فولت والجهد على اطراف الداخل 3 من 10 فولت عايز يحسبيه بقى طيار الباعث يا مستر انت فينا من كده انت بتقول لي فيه كسب اه في حاجة بقى هناخدها من شوية بعد شوية كده اسمها طيار الباعث وعايز معامل كسب الطيار اللي احنا بنسميه بيتا وكسب الجهد اللي احنا لسه إلينا من شوية اللي هو الفي ايه طب تعالوا كده نشوف الراجل لو حسب كسب الكسب ده يحسبه ازاي او طيار الباعث بيسويه دايما في الدائرة القهربية عندنا 3 طيارات ركزوا معاي عندي طيار القعدة اسمه اي بي اللي هو مدولي في الامتحان بواحد ملي أمبيه وطيار المجمع اللي هو الاي سي اللي هو طيار الخارجي بخمسين ملي أمبيه طيار الباعث بقى بيسوي ايه زائد الاي سي ايه وعا تنسى الكلامت الطيار الكبير اللي في الترانزستور يسمى طيار الباعث وعشان تجيب طيار الباعث تعمل ايه اجمع لطيار القعدة على طيار الايه المجمع طب لو طلب مني طيار المجمع ركزوا بقى معاي يبقى هيبقى مدين الاي اي والاي بي هتطرحهم من بعض الطيار الوحيد اللي هتجمعه الاي اي يبقى الاي اي لو طيار الباعث بيسوي ايه هيساوي طيار القاعدة اللي احنا بنقول عليه IB زائل طيار المجمع اللي هو IC يعني كل اللي انت هتعمله هتجيب الواحد ميلي أمبير ده تجمعه على الخمسين ميلي أمبير يديك طيار القاعدة يديك طيار الباعث أنا أسف يبقى الIB يساوي بقى خمسين ميلي أمبير جمعها على الواحد ميلي أمبير اداني واحد وخمسين ميلي أمبير وده طيار الباعث طب لو عايز يحسب بقى معامل كسب الطيار اللي احنا بنقول عليه بيه خلوا بالكم مش كسب الطيار معامل كسب الطيار هيساوي الـ IC على الـ IB يعني إيه الـ IC على الـ IB الـ IC اللي هو طيار المجمع اللي هو بـ 50 والـ IB اللي هو طيار القعد يعني إنت لو جمعتهم خلي بالك يديني طيار الباعث ولو أسمتهم يديك معامل كسب الطيار هيطلع الناتج بـ 50 طيب المطلوب اللي بعد كده لسه إليه بقى من شوية لو عايز كسب الجهد هنقسم جهد الخارج على جهد الدخل جهد الخارج مدولي بـ 6 فولت وجهد الخارج الدخل بتاعه مدهولي بـ 3 من 10 أسامة الـ 6 على الـ 3 من 10 تلعب بعشرية لو عاية تحسب كاسب القدرة هتضرب كاسب الطيار في معامل كاسب الطيار كاسب الطيار في معامل كاسب الطيار أو كاسب الطيار في معامل كاسب الجهد والعكس تمام كده هنضرب حاصل ضرب بيتا في اللي طلع من نتج الـ A,V اللي هو كاسب الجهد يطلع للناتج بالف ودي المسألة التانية الجديد فيها لو اداني طيار القاعدة وطيار المجمع هجمحهم مع بعض اجيب الاي اي اي او طيار الباعث ودي برضو ما فيهاش قدنى مشكلة طيب هنتنقل بقى على حاجة مهمة برضو عندنا اولاد اسمها دوائر التوحيد الجنرال بقى بتاعنا هنا مين السيروستر ايه السيروستر دا يا مستر احنا خدنا العيلة الاولانية العيلة دي هات فيها اربعة اول واحد في العيلة كان اسمه الموحد ده عبارة عن شرحتين التاني بتاعه مع طول كان اسمه السيروستر او اسف الموحد الزنر كان برضو شرحتين بس الفرق بين الزنر والموحد ان الزنر اتطعم فترة طويلة او خد تطعيم بنسبة كبيرة تاخدنا على العنصر التالت اللي هو الترانزوستر وعنفل الترانزوستر كم شريحة برافو عليكو تلاتة مش نايمين او صحيحين كم شريحة تلات بي ان بي ون بي اني اما تنين مجاب واحدة سالب او العكس الجنرال بقى والكبير بتاع الاعداء ده اسمه السيروستر السيروستر ده بقى هو اللي قلب الدنيا اكتر اللي فاته دول كانوا بيعملوا حاجات في الدائرة بسيطة يعني الموحد بيوحد اتجاه الطيار الزنر بيثبت الجهد الترانزوستر بيشتغل في الدائرة كمكبر او كمسبقة او كمفتاح الكتروني عمنا بقى السيروستر اللي نتكلم عليه ده بقى قلب الدنيا ازاي ده شغال في كل حاجة شغال في التوحيد بيشتغل يعني مش موحد ده بيشتغل احسن الموحد كمان شغال في التكبير ده مش كده وبس ده عمل لحاجة اسمها المبدلات ايه المبدلات دي يا مستر انه هو حول الطيار المتغير لطيار مستمر طب دي جديدة ما احنا اخدناها في الموحد لا ده عمل العكس بقى حول المستمر المتغير يا سلام يعني المستمر اللي طلع من البطارية ده حوله متغير اه ومش كده ده خلى المتغير متغير يعني يا مستر الغاز دي يعني طيار المتغير خلىه متغير ما هو متغير لا فيه طيار متغير سابط القيم يعني خشت كده ألاقي المنبع مكتوب عليه 220 فولت يبقى هو 220 فولت ده حطيلي في الدايرة كمان حاجة الوقت السيروسط ده إن أنا أخذ من 220 عشرة بس يبقى خلى المتغير متغير القيم وخلى المسابد نفس الكلام باقي لو أنا عن طير مستمر وعاية أتحكم فيه أحط السيروسط يبقى السيروسط ده يعتبر هو بقى الجنرال هو اللي قالب الدنيا في الحاجات دي كلها عشان كده بيسموه المحكوم أو الحاكم اللي ماشي في الدار والكهربية الإلكترونية وده بقى اللي غير الأوضاع بتاعت كل الآلات الكهربية واللي إنت شايفه في العالم الخارجي بتاع الطير المتغير ده والطير المستمر طيب إيه هو بقى السيروسط اللي إنت بتقوليني عليه ده يا مستر السيروسط ده بقى أربع شرايا BN BN يعني اتنين موجب واتنين سالي ركزوا بقى معاي يعني اتنين واحد في بعض يعني BN يديني موحد لو أنا جبت BN كمان يبقى كمان موحد خدت لربعة دول وشبكتهم مع بعض يطلع لي حاجة يسمى هي السيروسط بقى السيروسط اللي تركب من أربع شرايح BN BN وليه تلت أطراف قاعدة آسف آآ 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 آ تلات اطراف او تلات اقطاب المسعد والميبط والانود والكاسود والبوابة وده الشكل بتاعه التجاري اللي بروح اشتريه من عند الراجل بتاع الكهربة لتلات اطراف اهو وده الشكل بتاعه والانود والكاسود اللي وما الطرفين الجديد بقى زيه زي الموحب بالزبط اهو بس جيت هنا طلعت له خط كده سميته البوابة او الجيت بتاعتي اللي انا مدخر عليها اشارة الاشارة عشان يشتغل اطفاق او اشعال طيب سمو الموحد السيليكون المحكوم SCR ده الرمز بتاعه بيشتغل ازاي قال لي لو انا وصلته امامي يعني المجب بالمجب والسالب بالسالب زي ما خدناه في الموحد لا يمرر السيروسطر اي طيار خلوا بالكم عندما يكون انحياز امامي لا يمرر السيروسطر اي طيار الا عندما يكون الجهد المسلط عليه اكبر من جهد الفتح عشان كده عملت حاجة اسمها البوابة هناك في الموحد لما كنت بوصله امامي كان بيمرر طيار هنا مش يمرر طيار لما يدفع الاول اللي عليه ايه اللي عليه ان انا اديله اشارة ايه الاشارة عن طريق البوابة تمام كده رقم اتنين عندما يكون انحياز وعكسيا يكون في حال اتقطع ولا يمرر اي طيار يبقى انا لو وصلته عكسي يعني شقلبت الانود مكان الكسود بيحصل حاجة اسمها اطعم ويمررش اي طيار التالتة بقى ايه قال لي فيه سيروسطرات بتفتح بواسطة الاشاعة الضوئي يعني ايه الاشاعة الضوئي يعني اول ما تتعرض لها ضوء او او اشاعة بتشتغل اوتوماتيك ودي هناخدها ان شاء الله في الليد بقى اللي هي لنبات الليد والحاجات دي وبعض السيروسطرات سنائية الاتجاه يعني بتشتغل في الاتجاهين زي الترياك والدياك اللي هنتعرض عليه ان شاء الله في نهاية الوحدة يبقى فيه سيروسطرات بتمرر الطيار في اتجاهين وده اشهر مثال الترياك اخر حاجة لما بقى امتى السيروسطر او سي ار بيكون في حالة قطع لما تكون المقاومة بين المهبط والمصعد عالية جدا خلوا بالكوا عشان دي بتيجي سئلة اكمل امتى السيروسطر بيكون في حالة قطع لو المقاومة كانت بين المهبط والمصعد يعني بين الانود والكسود عالية جدا وعندما تطبق الاشارة على البوابة يعني اول ما هدى اشارة للبوابة اللي عندي بيشتغل كنظام توصيل ويمرر الطيار في اتجاه واحد من المصعد الى المهبط دي بيسموها خواص أو نظرية عمل السناء السيليكوني الـ SCR أو المحكوم وده منحن الخواص بتاعي اللي احنا قلناه كله فيه تلات برضو مناطق المنطقة الأولينية بيسموها منطقة القطع ودي بيقى فيها الجهد عالي جدا اتنين منطقة المقاومة السلبة وده الجهد بيقى منخفق جدا لها الجزء دهوت المنطقة التالتة بقى لها منطقة العمل اللي هي طالع على الفوق دي بيسموها منطقة الإجباع اي الطيار بيمر فيها ويوصل الطيار من الألود للكسر يبقى كم منطقة تلات مناطق طيب امتى السيرستور بيشتغل حالات عمل السيرستور عشان السيرستور يشتغل ويديك إشارة لازم تدينه نبضة إشعال ركزوا بقى معاي يبقى البوابة دي اللي بتدينه نبضة منه عشان يشتغل ده عشان يشتغل لازم أفوقه زي ما يكون كده واحد نايم وبصحصحه كده بشوية مية فبيقوم ايه فاي اهو نفس الكلام منه برضو عشان اشغاله لازم أدينه نبضة إشعال رقم اتنين ان انا ارفع الجهد على أطرافه لأكبر قيمة لأكبر ايه لأكبر قيمة التالتة ان انا اغير في الجهد سريعا يعني انا ايه ما اجا شغل كده الجهد بين المصعد والمهبط يبقى التغيير سريع جدا بين المهبط والمصعد او المصعد والمهبط تغيير في الجهد دي الحالات اللي بيشتغل فيها مين عمينا السيرستور اربع حالات رقم واحد ان انا ادي نبضة اتنين ارفع الجهد اكبر قيمة اغير بسرعة جهد بين المصعد والمهبط او ازود درجة الايه الحرارة طيب ما هي طرق فصله ووصل السيرستور امتى السيرستور اعمل له عملية فصل وامتى اعمل له عملية وصل لو انا فصلت التغزية نهائيا عن اكتابه يعني شلت الفيش ازا نقوله كده افصل التغزية نهائيا عن اكتابه يبقى انا فصلته او ان انا اعمل قصر بين المصعد والمهبط او قصر المصعد والمهبط بوسط مقاومة يعني اجيب كده اجيب الطرف بتاع الانود والطرف بتاع الكاسود وحط بينهم مقاومة يبقى انا كده عملت له عملية ايه قصر التالتة ان انا اطبق نبضة اشعال معاكسة النبضة بدل ما كنت بتبقى ماشية معاه اعملها نبضة ايه معاكسة فالتلات حالات دول بيعملوا فصل ووصل المين للسيرستور طيب انظمة عمل السيرستور النظام الاولان بتاعه ايه قال لي نظام الوصل ويكون فيه مقاومة السيرستور بين المصعد والمهبط صغيرة يبقى اول نظام عندنا اسمه نظام الوصل اللي هو ايه بقى يا مستر ان المقاومة بين المصعد والمهبط بيكون صغيرة جدا النظام التاني اسمه نظام القط وبالعكس بقى بيكون المقاومة ها بين المهبط والمصعد عالية جدا يبقى المقاومة اللي بين المصعد والمهبط لو كانت صغيرة يديني توصيل لو انا خليت المقاومة اللي بين المهبط والمصعد عالية جدا ركزوا بقى معايا بتوصل لمئات الميجات او الميجا اوم بيبقى نظام قطع يعني مش نظام توصيل او نظام ايه نظام القطع او نظام عدم التوصيل يبقى دي النظامين اللي بيشتغل عليهم السيروسط تعالوا بقى نشوف مميزات صاحبنا ده ايه اول ميزة لا يصدر اي شرارة كهربية عند فصله او واصله المفتاح اللي في البيت عندنا لما اشغل اللمبة كده ممكن يطلع شرارة ده الاستحالة يطلع شرارة لو يشتغل في الدايرة مفتاح يبقى اول ميزة مميزات السيروسط لا يصدر اي شرارة كهربية عند فصله واصل رقم اتنين ما بيطلع عليش اي صوت بيشتغل كده زي الزرار اللي في الموبايل كده ما يلوش اي صوت التالتة بيتحمل لاهتزازات القوية والضقيق بعكس القاطع الالي تالت اربعة يتحمل جهود كبيرة وطائرات عالية حجمه صغير سرعته عالية جدا بتصل الى النانو ثاني يعني سريع جدا 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 لما بيشتغل بمبدل سهولة التحكم فيه ان انا اقدر اتحكم فيه عن طريق ايه نبضة الاشعال دي كلها مزايا السيروسط تعالوا بقى نشوف السيروسط اللي انت يا مصر مصدعنا من الصبح ده بيستخدم في ايه اول حاجة دوائر التأخير الزمني زي المؤقتات الزمنية كده اللي خدناها في التحكم مغزل القدرة كمغزل الايه للقدر دوائر الحماية اي دايرة حماية في مطور في دايرة خط انتاج اللي بيحميه سيروسط دوائر شحن البطاريات لما روح عشحن بطارية كده سوكب بقى بطارية عربية او بطارية موبايل الشحن اللي جواه ده اصلا فيه مجموعة دايرة متكاملة اه الحتة اللي انا قلتلكوا عليها بقى في الاول خالص كمبدل بيشتغل في التبديل من طهير لمستمر للطهير المستمر ومن طهير متغير لمستمر ومن مستمر لمستمر ومن متغير لمتغير اللي الغاز دي يا مستر انا قلتلكوا خلو بالك من مستمر لمستمر يعني فيه مستمر عندي مكتوب عليه ميت فولت يبقى ما ينفحش اخد منه اللي ميت فولت بس فلو حطيت في السكة سيروسط ممكن اخد من المية دول خمسة عشرة تمانية تسعة فخلال الطير المستمر بدل ما وكان مستمر اطعى واحدة لأ ده نجزأته باكتر من قيمة تمام كده يبقى دي اسمها استخدامات السيروسط طب تعالوا بقى نشوف العناصر القهربية اللي حل محلها الاس سي ار الاس سي ار ده لما جيه كده واخترعوه ووصلوله العلماء عمل طفرة كبيرة ويشل محل يعني حل محل حاجات كتير اول حاجة ايه استطاع المحكوم الاس سي ار اللي هو السيروسط أن يحل محل الصمام الالكتروني اللي هو الصمامات ديها اللي بتشتغل في الدوائر السلسية والصمام المفرغ والترانزستر القدرة والكلام ده يعرفوه اكتر بتوع الالكترونيات لان ده شغلهم لكن احنا كبهرباء نعرف ان هو حل محل الصمام الايه الالكتروني اتنين في دوائر الكهروب مغناطصية اي دوائر فيها مفاتيح او مكومات متغيرة صاحبنا ده حل مكانها الثالثة في دوائر الحماية زي ما قلنا اشتغل مكان الفواصل الفواصل دي ليا دوائر القطع لك المفاتيح يعني اشتغل محلها او مكان حل محل المكبرات المغناطصية في دوائر التكبير لو انت عايز تكبر قدرة شل محل المكبر المغناطسي كان حجمه كبير جدا وبياخد حيز كبير في الدايرة لكن صاحبنا ده بياخد حيز صغير لأنه يتميز بصغر الحجم فبالتالي أصبح مكبر زيه زي المكبرات المغناطسية طب عيوبه إيه بقى؟ قال لك عيبه أنه لما بيوصل لمنطقة الإجباع ما بقدرش أتحكم فيه خلوا بالكم لو شبع قوي دهوك ما بقدرش أتحكم فيه عيب السيروستور عند انتقاله إلى مرحلة الإجباع لا يمكن التحكم فيه طيب إيه بقى اللي يحصل؟ فبالتالي لما يمر طيار الطيار ده ما قدرش أتحكم فيه خالص لأنه جمح مني فبالتالي ده عيب كبير جدا من عيوب السيروستور وده عيب للأسف الشديد ما قدرش أتغلب عليه بسهولة طيب تعالوا بقى نبصوا على حاجات مهمة جدا انتكلمتنا يا مستر في الأول بتقولي أن أنا عندي حاجة اسمها بوابة والبوابة دي وظيفتها بفوق السيروستور يعني بفوقه بفوقه بعمله حاجة اسمها إشعال يعني إيه إشعال بدلوا نبضة طيب بدلوا نبضة كده أو أنت يعني أنا مثلاً كده معدي تقول تعالى يا سيروستور أعملك عملية إشعال أول ما كلمة إشعال دي سمعتوها أنت وممكن أن تتخيل أن أنا ولحت فيه لأ الإشعال بقى المقصوب بإيه؟ إن أنا أدلوا نبضة أو تعريف الإشعال يقصد بإشعال السيروستور إن أنا أنقله من منطقة الحجز الأمامي لمنطقة التوصيل الأمامي يبقى ما أجأ أقول لك في الامتحان ما المقصود بإشعال السيروستور؟ قل لي يقصد بإشعال السيروستور إن أنا أنقله من منطقة الحجز الأمامي إلى منطقة التوصيل الأمامي ما يحجز لا ده يوصل طيار لو وصل طيار يبقى أنا عملت له إشعال زي كده إذا ما وقت لك واحد نايم كده ورشيته بشوية مية فبيقوم بسرعة كده يعني إيه؟ فاق خلاص طب تعالوا كده عشان السيروستور يتنقل لمنحرة التوصيل الأمامي أول حاجة إن أنا أزود درجة الحرار إن أنا أعرضه لضوء إن أنا أزود الجهد الأمامي إن أنا أحط بوابة ده بقى الحتة اللي أشغل عليه يبقى ما أجأ أقول لك عشان السيروستور يحصل له إشعال إن أنا أزود درجة حرار أو أخليه تعرض لحرار إن أنا أعرضه لضوء إن أنا أزود جهده الأمامي إن أنا أديله بوابة البوابة بالمقصوبة هنا إيه؟ إن أنا أوصل معاه نبضات عن طريق البوابة عشان أفوقوا من نومه وأعملوا عملية إشعال طب هل الإشعال ده أي حد معادي زي ما قلت لكم ده يعمل له إشعال؟ لا ده فيه شروط الشروط الواجب توافرها لكي تتم عملية الإشعال أول شرط أن يكون جهد المسعد موجب بالنسبة للبطارية يعني الجهد اللي على المسعد يكون موجب بالنسبة للمهبط يعني المهبط يكون هو السالب والمسعد يكون هو الموجب اتنين إن أنا أوفر نبضة إشعال وشرط تكون موجبة مناسبة على بوابة السيروس يبقى عشان نعمل عملية إشعال لازم يتوفر لشرط الأولاني إن يكون جهد المسعد موجب بالنسبة للمهبط اتنين إن أنا أوفر نبضة إشعال موجبة والنبضة ده هي تكون فين حتة على بوابة السيروس طيب طرق الإشعال بقى إنتا قلت لنا الإشعال ده بيتم إزاي؟ إن أنا أحوله من منطقة الحجز الأمامي لمنطقة التوصيل الأمامي وعشان اعمل الاشعال لازم يبقى فيه شرطين عندي لسه يليلهم من دلوقتي طب طرق الاشعال ايه يا مستر عندنا تلات طرق اول طريقة عندنا اسمها الاشعال بالطيار المستمر فيه طريقة تانية اسمها الاشعال بالطيار المتغير فيه طريقة تالتة اسمها اشعال بنبضة الرانين اول طريقة هنشتغل عليها النهاردة اللي هي طريقة الاشعال بالطيار المستمر الدائرة اللي انت شايفة ده ايه امتى ترسمها بالشكل اللي انت شايفه لو جيت وقلت لك كيف يمكن إشعال السيروستور عن طريق الطيار المستمر أو وضح بالرسم طريقة إشعال السيروستور بالطيار المستمر هتعمل إيه؟ أدي السيروستور هوت اللي هو الرمز بتاعه TH ده هو اللي هو الشكل بتاعه ده ودي مقاومة عادية وده منبع طيار وده هوت موحد بيسموه هنا حدافة وده منبع تاني خالص طيار مستمر هوت وده مقاومة متغيرة أو بيسموها مقاومة ومفتاح توصيل يبقى مقونات الدائرة مصدر طيار مستمر مقاومة مقاومة عادية جدا بوابة عشان أفصل وشغل اللي البوابة هنا المقصوب بها المفتاح الدائرة دي تبقى بتشتغل إزاي؟ في النص الموجب يعني في نص الموجب الموجب ده هوت لما بغلق المفتاح الجهد بيمر خلوا بالك أول ما بقى في المفتاح هنا اللي يحصل الجهد هيطلع من البطارية ده هيت هيروح للموجب أو للجزء الموجب بتاع السيروستور تمام كده؟ أول ما الطيار بيعدي على طول على السيروستور بيتعمله عملية إشعال هيتعمله عملية إيه؟ إشعال فبالتالي الطيار هيمر الحمل يبقى أول ما هقف المفتاح هيمر طيار هيشعل السيروستور يعني هيعد في السيروستور طيار هيخش على الحمل فيشغل الحمل الحمل ده بقى شغال مبدل شغال زي ما قلنا بقى في أي شغلة من الشغلات بتاعت مين صاحبنا السيروستور ده طيب لما بفصل المفتاح المفتاح أول ما بيفصل الطيار بيتفصل فبالتالي السيروتروس تلو بتعمل له عملية حاجة اسمها جه ده عكسي فبيمررش طيار عشان كده سموا الدائرة دي إشعال بالطيار المستمري طيب الدائرة التانية الإشعال بالنبضات إيه الإشعال بالنبضات خلوا بقى لكم بقى إيه اللي اتغير في الدائرة هنا جبت مكسف قدام فيه نبضات بقى هجيب مكسف وهجيب ملف وهجيب مقاومة يبقى الجديد اللي عندي زاد إيه السيروتروس زي ما هو هو مع المقاومة مكسف وحطيت ملف الجديد بقى اللي هيتم في الدايرة دي ايه الدايرة دي تسمى كده على بعضها دايرة نبضات او مزبزب ان انا هتحكم فيها بزمن معين الزمن ده هو هو اللي هيخلص هيتم تصليط اشارة على البواب تمام كده طيب الدايرة بقى بتشتغل ازاي يتم اشعال السيروسطر عن طريق النبضة يبقى هناك اشتغل عن طريق جهد المستمر هنا اشتغل عن طريق ايه برافو عليكم مجموعة نبضات جامس شكل دا كل دا كله على بعضه اسمه مزبزب اسمه ايه مزبزب طيب اول ما الطيار بيعدي على طول بيحصل ايه بيحصل مرور طيار السيروسطر السيروسطر اول ما بيشتغل بيمرر طيار فبيوديه الحمل يبقى المزبزب هيولي الطيار هيشغل السيروسطر السيروسطر يشغل الايه الحمل اللي عندي وبكده انا خدت دوائر الاشعال تعالوا بقى كده اللخص اللي قلناه بسرعة النهاردة اتكلمنا على الجنرال اللي هي Эلكت رونات القوى النهاردة وإن شاء الله بإذن الله حلقات جاية هنكون تممنا الجزء المهم جدا فيها اشتغلنا على المواحد وخدنا الزينار وخدنا السيروستور وخدنا الترانزوستور وخدنا ايه مزايا ده وعيوب دههوت وازاي بيشتغل في الدارة القاربية وخدنا ازاي نعمل أعملات إشعال للسيروستور اللينا هنا بيها الحلقة بتاع النهاردة سعيد جدا أنا كنت معكم النهاردة وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقات جاية بإذن الله على خير ونتجاد عن كده إن شاء الله في الامتحانات وربنا معانا نركز والله المستعان وكنت سعيد جدا أنا كنت معاكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي حلقات قادمة إن شاء الله شكرا لكم